عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع مسؤولي شركة كافي كاب الرائد العالمي في تصميم وتصنيع الكابلات القهربائية وأسلاك السيارات وأكد مدبولي أن مشروع الشركة الجاري إنشاؤها في مدينة العاشر من رمضان يأتي في إطار الاستراتيجية المصرية لدعم توطين صناعة السيارات خاصة السيارات القهربائية عبر الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات الذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال كما أكد مدبولي اهتمامه الكبير بإنشاء مشروع الشركة في مصر واعتزامه توفير الحوافز اللازمة وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد موجهاً بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروعات الشركة وتشغيله ومنحها الحوافز اللازمة في أقرب فرصة ممكنة